اليوم أنهت هولندا المغامرة الأمريكية في كأس العالم ونفس الأمر أنهت الأرجنتين أحلام المنتخب الأسترالي في كأس العالم أمور منطقية تحدث في كأس العالم لأول مرة كأس العالم المجنون في دور المجموعات كأس العالم اللي كان فيه كل المفاجآت الممكنة الممكنة اللي ما حصلتش في التاريخ في دور المجموعات بيقول لا أنا في دور الستاشر هبقى منطقي أكثر شوي قولنا أنت تكسب طبيعي أرجنتين تكسب طبيعي بس نتمنى إن شاء الله لسنغال تكسب ونتمنى كمان المغرب تكسب عشان نشوف نسخة مرضية جداً لنا على مستوى الإصارة وعلى مستوى حب المنتخبات اللي بنحبها كمان كأس عالم رائع كأس عالم تاريخي كأس عالم من وجهة نظري وهي من وجهة نظري شبحتش يقول كريم يعني أنت بتقول كده ليه بس من وجهة نظري على مستوى بطولات كأس العالم اللي شاهدتها أنا شخصياً أنا أنا بقول أنا شبحتش يقول لي بطولة 86 كانت رائعة براحتك اللي شاف 86 يقول بطولة رائعة أنا الراجل بدأت أشوف كأس العالم من 94 كان بالنسبة لي أفضل نسخة لكأس العالم كان 98 بعدها بشوية 2002 بالنسبة لي أفضل نسخة شفتها في حياتي في كأس العالم هي النسخة دي نسخة 2022 أفضل نسخة شفت فيها كل العجب كل العجب شفت السعودية بتكسب الأرجنتين شفت تونس بتكسب فرنسا شفت اليابان بتكسب أسبانيا وألمانيا شفت المغرب بتكسب بلجيكا شفت الكاميرون بتكسب البرازيل شفت كل حاجة ده ده اللي جيب بالي دلوقت كمان شفت اليابان اللي كسبت ألمانيا وأسبانيا بتتغلب من كوستاريكا كل حاجة بتقضى بلا أي توقعات وبلا أي منطق ودي حلوة الكورة ده الأكستريم بتاع حلوة الكورة كده وصل لآخر نقطة وصل للبيك وصل لأعلى نقطة في حلوة الكورة في كأس العالم 2022 ولا منتخب حتى انتهاء دوري المجموعات كان جابت تسع نقطة بما في ذلك البرازيل بما في ذلك فرنسا وبدأنا وبما في ذلك البرتغال اللي كانت بردو المفروض تاخد تسع نقطة والبرتغال أيضا كان فيه أيضا معاها واحدة من مفاجآت المنديال في آخر المنديال وبالتالي وبالتالي انت أمام حدث تاريخي تاريخي بطولة تاريخية بطولة رائعة بطولة فيها أسماء جديدة بطولة فيها منتخبين من قارة أفراقيا المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي في دور الستاشر فيها منتخبين من أمريكا الجنوبية فيها تلات منتخبات من قارة أسيا تلات منتخبات يعني بص أمريكا الجنوبية منتخبين بس زيها اللومة الأرجنتين وبرازيل زيها زي أفراج منتخبين بس المغرب والسنغال ممثل عربي في دور 16 المغرب تلت منتخبات أسيوية في دور 16 لو اعتبرنا أن أستراليا بتشارك في تصفيات الأسيوية في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية